مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها الدلالات الخطيرة لنشر فيديو اغتيال العميد عاد الرجاي قائل الفرق التاسعة مدرعا وتحرك مجموعة من مقاتلين الابطال للتنفيذ عند الساعة ستة خمسة وعشرين صباحا حيث نزل المجرم عاد الرجاي من منزله مرتديا بالذاته العسكرية وكان حارسه وسائقه في انتظاره عند بوابة العمارة في هذه اللحظة انقضى مقاتلنا الاول واطلب النار باتجاهه مما ادى لاصابة الهدف اصابة مباشرة وفرار جميع المرافقين في حالة من الرعب والهلع والاختفاء خلف السيارات المتواجدة في المنطقة فيما تقدم مقاتل اخر وانقضى على المجرم الهالك انقضاض الصقر على فريسته ليضع حد النجر راديوه برصاصة بين عينيه وبعد التأكد من القضاء على المجرم رجائي قام المقاتلون الابطال بتفتيش سياراته المصفحة حيث وجدوا قطعة سلاح من نوع كلاش كوف وبعض مقتنياته الخاصة ومن ثم الانسحاب الى نقطة المثابة المعدة مسبقا ليكتب الله على ايديهم نصرا جديدا فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين طبعا بعد نشر هذا الفيديو على اليوتيوب يمكن القول بانه واضح انه فعلا هناك اسمه لواء الطورة يعني طبعا لا نستطيع ان نجزم بشيء الا بعد بفيه تحقيقات ميدانية لكن هذا الفيديو يرجح انه فعلا فيه منظمة او تنظيم مسلح اسمه لواء الطورة وهذا الفيديو يرجح ايضا ان هذا هو الذي نفذ عملية القتل والاختيام وان المخابرات عسكر الصليب مخابرات السيسي ولمخابرات عسكر الصليب كلها يعني هذا يرجح ايضا انها بريئة من قتله لكن هذا الفيديو له دلالات خطيرة منها انه هم كما ان لواء الثورة هذا استطاع انه يخترق او بيراقب قوات العسكر لدرجة انه هم مصورين اللواء المقتول العميد المقتول هذا صوروه فيه داخل الكتائب العسكرية بتاعته فواضح ان لواء الثورة هذا له زراع مخابرات او له وحدة استخباراتية وحدة استطلاع رصد وما الى ذلك وبدأ يدخل في قلب الخصم بتاعه يعني اللي حصل ايه عسكر الصليب ومخابراتهم مخترقين الايه الطير الاسلام ما يحدث الان انه فيه اختراق يأتي زي تسريبات السيسي اختراق مضاد ولكن واضح ان هؤلاء استخدموا الاختراق بتاعهم ليس للترويج اعلاميا يعني هم مرحوش قالوا ان اللواء عادل رجائي قاتل وان اللواء عادل كذا وان اللا لا لا واضح ان هم استخدموا هذه المعلومات لتنفيذ اعمال مسلحة لقتله لتصفيته وما الى ذلك فبالتالي واضح ان هم لهم ناس داخل للعسكر نفسه طبعا راح ديقولك بهذا دليل على انه العسكر هم من نفاده ممكن ولكن مهوارد ان يكون التنظيم العسكري نفسه فيه تنظيم سري اخر فيه وخصوصا اللي هو يصور ده هذا بيتبنى لهجة اسلامية فممكن يكون فيه تنظيم اسلامي جهادي موجود يعني خارج التنظيم العسكر ولو امتداد داخل تنظيم العسكر ينفذ هذه العمليات المسلحة التي يقول انه ينفذ الامر الثاني الحراسة التي مع العميد المقتول لم تدفع عنه لم تطلق طلقة يعني انت لما تشوف الفيديو تلاقي واحد نزل من السيارة من هما المنفذين الاختيال نزل من السيارة توجه في مواجهة ثلاثة واحد بيهاجم ثلاثة فالثلاثة لم يطلقوا طلقة واحدة يعني واحد مهاجم ثلاثة مدافعين مفروض اصلا ان ان يكون المهاجمين ثلاثة والمدافع واحد المهم الواحد ده هجم وضرب العميد ده كما يقولون في الفيديو طيب الاثنين التانيين استخبوا الاثنين التانيين استخبوا طيب لما استخبوا خلاص خدتوا ساتر لماذا لم يقوموا بالرد والقتال الشاب المسلح الذي هجمهم واضح انه المعنويات العسكر منهارة وواضح انهم ليسوا على تدريب او انهم احرصوا على الحياة لانه المراحس في كل عمليات اقتصاب العسكر انت كل يوم الصبح تستيقز فيه خبرين اصبح الواحد يتوقعهم في النشرة كل صباح الخبر الاول اقتصاب عدد من قوات العسكر فيش عارف في المكان الفلان والاختصاب دائما يتم دون مقاومة يعني لا تجد قوات العسكر في كل عملية الاختصاب التي تعرض لها انها قاومت او دفعت عن نفسها وهذا امر يحتاج لتحقيق والله يعني ليه هل هم يعني اللي هتقيته ده متأمر على نفسه يعني هو لماذا لا يدفع عن نفسه هل هو متأمر على نفسه غير متأمر انه ما يجب ان احنا نحتاج تحقيق لنفهم نفسية هؤلاء النتيجة شباب مسلح امكانتهم بسيطة ويقتصبهم ويمشي وعادي وخلاص كانت وانتهت الاموك يعني هم العالي الزباط والعسكر دي يعني انا في تقديري انه تنظيم عسكر الصليب نفسه رباهم انه هم يكونون مستعدين للاختصاب يعني الطالب في كل الحربية باشتبوه بابوه وامه بيزحفوه يهنوه يطلعوا قرامته المجنى دي اخوه للجيش اشتبوه بابوه وامه انه مجزانية ويسبوله الديل فهو لا يدفع بي خلاص يعني لم يعد ياثر من اجل عرض امه هلا يا خلاص بقى هو متعود على الاختصاب ان كان الاختصاب ده اختصاب قرامته الاختصاب ده طعن في عرض امه الاختصاب ده كده بقى خلاص هو غير قادر على انه يقاوم غير قادر انه يدفع حتى عن نفسه مش تقول مصر مصر مين بقى هو الرجل بتكلم عن نفسه هو هو نفسه هيموت انه ما دفعش عن نفسه يعني هو الحراسة اللي مع العميد دي نفترض ان العميد نفسه ما دفعش عن نفسه او ما خدش باله وكده غيلة او غدرا لكن طب الحراسة اللي معاه فاضح ان هم تنظيم عسكر الصليب القيادات قررت انها تخصب الضباط والعساكر كي يطيعونها يطيع السيس واللواءات وما الى ذلك ما يقولوش لا فاضح انه تربيتهم على الاستعداد للاختصاب وانه يكونوا مختصابين طوال الوقت جعلهم مختصاب يعني عندهم القابلية للاختصاب عندما يهاجمهم الشباب المسلح ايضا الامر الاخير طبعا بالنسبة القبض على المنفدين طبعا هم نفذو وانسحبوا من المكان ولم يتم القبض عليهم حتى الان هل يعني وفي مكان سكني وواضح ان فيه صوت ضرب الرصاص في المكان وزوجة العميد المقتول كانت انها خرجت فوجدت على صوت الرصاص يعني واضح ان هم الشباب الذين ينفذ الامكانيات عنده مفيش كاتم صوت او رصاص لو كان جهاز مخابرات كان استخدم مثلا جهاز مسادسات كاتم الصوت مثلا ما اطلعش صوت انما واضح ان دول امكانياتهم ضعيفة وواضح من مراية العربية ان العربية ليست مش عربية امكاناتها عالية يعني اصلا ممكن من مراية العربية تعرف تجيب موديل العربية العربية المستخدمة في عميد الاغتياج فواضح ان المنفذين او هؤلاء الشباب المسلح ليس لديهم امكانيات مالية او مادية اللغة المكتوب بها البيان يفيد انهم يعتبرون ذلك فأرا لعمليات قتل يقولون انه قام بها العميد المقتول ولا يعتبرون ذلك جهادا في سبيل الله يعني اللغة كلها البيان او الفيديو لا تفيد انهم فعلوا ذلك جهادا في سبيل الله المهم من الصائح بقى اللي يكررها القوات العسكر عليكم ببرج الاتصالات المحمول الموجود في مكان الاختيال هتعرفوا منه ارقام الهواتف التي مرت على اللي كانت متواجدة وتستطيعوا ان تلقوا القبضة على المنفذين من هذا المكان هتلاو فيه تلات تليفونات ماشيين مع ابراج المحمول نفسه قبل الحادث او بعد الحادث تتبعوا كده كل ارقام تليفونات موجودة ماشى مع بعضها وتتبعوها وقلقوا القبضة على المنفذين وارجو ان تكون الصورة قد وضحت يا مشاهدينا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في قناتنا العالم الاسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة نلفت عناية مشاهدين الكرام الى اطلاقنا قناة اضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الاسلامي تتناول الاحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الاعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات فتابعوها ترجمة نانسي قنقر